اشتركوا في القناة على صفحتنا على الفويسي بوك حول منح الطب اخواني لازلت حاليا ابحث عن هذه المنح وان شاء الله فورا يعني فورا الحصول على معلومات حول هذه المنح ان شاء الله لن نتدخر اي جهد في مشاريها فورا الحصول على معلومات حولها بالنسبة لهذه الفرصة والمنح اخواني اخواتي فهي برنامج انخرطت فيه وزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية بالتعاون مع الجامعات البحثية والتطبيقية في هولندا حول منح او منحة او منحة لعام 2020 2021 هذه المنحة مخصصة للطلاب الدوليين الغير القاطنين في الاتحاد الاوروبي بصفة عامة وهذه الفرصة او لهذه المنحة فهي خاصة لدراسة البكالوريوس او الاجازة او المستر او الماجستير في هولندا بالنسبة الاهلية والشرط التي تؤهل التقديم لهذه المنح هي ان يكون المتقدم لم يسبق له ان حصل على شهادة تعليمية في هولندا ان يلبي المتقدم الشرط او المتطلبات المحددة التي تقدمها المؤسسات تعليمية التي يختارها بالاضافة الى ان يكون المتقدم قد تقدم بطلب لدراسة برنامج البكالوريوس او الاجازة او الماجستير او المستر بدوام كامل في احدى المؤسسات التعليمية الهولندية المشاركة ان تكون جنسية المتقدم من خارج دول منطقة الاقتصادية الاوروبية يعني اتحاد الاوروبي الجنسية فقط الجنسية فقط لان في هذه النقطة العديد يعني قد يعتبر انه يقتل حاليا في اوروبا ولكن لا يمكن له التقديم لا هنا الجنسية يعني ان تكون جنسية خارج اطار الاقتحاد الاوروبي يعني على سبيل المثال مغربي مقيم في فرنسا لو الحق في التقديم شريطة لا يحصل على الجنسية الفرنسية في حالة حصولها على الجنسية الفرنسية فلا يمكن له التقديم في هذا البرنامج يعني اشتركت فيه مجموعة من الجامعات في هولندا يعني مجموعة من الجامعات في هذا البرنامج لتقديم منحة في دراسة البكالوريوس او الماجستير ستجدون ان شاء الله رابط الموقع الرسمي لهذه الفرصة بالاضافة الى اسماء الجامعات المنخرطة فقط تختارون الجامعة التي تريدون او المؤسسة التي تريدون يعني التقديم لها والاطلاع على المعلومات بالاضافة ايضا ستجدون رابط تسجيل في هذه الفرص رابط مباشر للتسجيل او للتقديم لهذه الفرص او لهذه المنح بالنسبة للتخصصات التي يعني المتواجدة او المضفرة في هذا البرنامج هناك علم الاثر الدراسات الولندية الثقافة واللغة الانجليزية العلاقات الدولية والمنظامات الدولية الدراسات الدولية الفنون والعلوم الليبرالية اللغويات علم النفس الدراسات الامنية الدراسات الحضرية بالإضافة إلى علم العلوم الإنسانية والثقافة وعلم الإجتماع بالنسبة للشرط ذكرناها فيما سبق قيمة المنحة هي 5000 يورو يتلاقها المتقدم في السنة الأولى من الدراسة في الجامعة التي تقدم لها بالنسبة لهذه المنحة فهي منحة ليست منحة لتغطيات الرسوم الدراسية بشكل كلي ويتم منحة هذه المنحة لمدة عام واحد ويمكن استلامها مرة واحدة فقط يعني لك الحق في الاستفادة من هذه المنحة مرة واحدة وبالمناسبة فهي ليست منحة كاملة إنما هي منحة جزئية بالنسبة للجنسيات هي من جميع الدول يعني أن يكون المتقدم خارج إطار الاتحاد الأوروبي يعني ليس دول جنسية أوروبية خارج الدول الأوروبية بالنسبة للتمويل كما قلت هو تمويل جزئي وتمويل جزئي مكان الفرصة ومكان هو هولندا الوثائق المطلبة يعني بعد التقديم وتم القبول هنا ستطلب منك المؤسسة أو الجامعة التي تقدمت إليها وثائق رسمية تؤكد أولا المستوى الدراسي اللغات لا بد من المستوى في اللغات بالنسبة للمستوى المطلوب فالمستوى المطلوب هو البكالوريا أو الثانوية العامة أو الإجازة أو البكالوريوس بالنسبة للثانوية العامة فهي البكالوريا بالنسبة للبكالوريوس فهي الإجازة اللغة المطلوبة هي اللغة الإنجليزية في جميع الفرص فاللغة الإنجليزية هي اللغة المطلوبة على السعيد العالمي لا بد من اللغة الإنجليزية فهي اللغة التواصل في العالم هذا البرنامج ينقسم في التقديم إليه في موعده في الموعيد النهائي للتقديم لهذا البرنامج إما قد يكون في 1 فبراير 2020 أو 1 مايو يعني شهر 5 2020 ويجب على المتقدم تحقق من الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة التي يختارها للتأكد من الموعيد النهائي الصحيح يعني بعد الدخول إلى الموقع الرسمي الذي سأضعه في صندوق الوصف الموقع الرسمي لهذه الفرصة أو لهذه المنحة ستجدوا مجموعة من الجامعات الهولندية تختار الجامعة التي تريدون تقديم إليها ثم تطلعون على الفرصة هناك يعني موقع شرحته في قد تجدون رابطه أيضا في صندوق الوصف تجدون رابطه يعني فيديو أشرح فيه موقع للترجمة موقع سهل جدا للترجمة تستغلون هذا الموقع لترجمة محتوى هذه الفرصة باللغة الهولندية أو اللغة الإنجليزية يعني الفرصة هي باللغة الإنجليزية أو اللغة الهولندية بالإضافة أيضا إلى بعد تقديم بالإضافة أيضا إلى موقع أو طريقة تسجيل أو ستجدون رابط التسجيل المباشر في هذه المنحة بعد اختيار الجامعة والمؤسسة التي تقديم إليها ستجدون رابط التسجيل المباشر في هذه المنحة يعني بعد التسجيل وتقديم جميع المعلومات الصحيحة وهنا يجب أن تقول معلومات صحيحة من الإيميل والتليفون رقم الهاتف أو رقم التليفون بالإضافة إلى العنوان يعني العنوان أو عنوان محل السكن لا بد أن يكون صحيح هذه يعني لأن المؤسسة في بعض الأحيان قد تريد تأكد من يعني صحة المعلومات لهذا وي وبعد تقديم لهذه الفرصة وبعد تسجيل في موقع المؤسسة التي اختارتموها لا بد مرة يعني الاطلاع على الموعد النهائي بالضبط كي لا تفوتوا الفرصة وأتمنى لكم التوفيق إخواني أخواتي إن شاء الله المعلومات ستجدونها أسفل الوصف رابط الموقع الرسمي ثم رابط موقع التسجيل المباشر في هذه المنحة وكذلك سأضع لكم البريد الإلكتروني بالإضافة إلى رقم الهاتف لهذه المؤسسة أو لهذه الفرصة للاستفسار في حالة وجود لبس في هذه الفرصة الفرصة وتمنى لكم إخواني أخواتي التوفيق والنجاح إن شاء الله وأن تبلغوا مرادكم ولا تنسوا الاشتراك والمشاركة وضع الزر الجرس ليسلكم كل جديد وأي تساؤل أي استفسار أي نقد أي اقتراح فأهلا وسهلا ومرحبا بكم القناة قناة ورق الفرص فهي قناتكم نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وأن نفيدكم في فيما قد يساعدكم أو فيما قد يساهم في تحقيق أهدافكم ورغباتكم سواء تعليمية أو العملية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة